اشتركوا في القناة وقوة النظام وروسيا في 16 يوما موضحا أن زيارة بشار الأسد إلى الهبيض جنوب إدلب في تشرين الأول الفائت وإشرافه على العمليات هناك إشارة واضحة إلى أن الأسد ما يزال المسؤول عن كافة الاتهاكات التي مارستها قواته وخرقها لوقف إطلاق النار أقدمت عائلة كندية على لم شمل عائلة سورية من الأردن بأموال جمعتها في حملة خيرية باستعادة جثة ابنها الشاب من اليابان بعد وفاته هناك وأثمرت هذه المبادرة الخيرية من عائلة كامبل الكندية عن اجتماع الشاب السوري عبد الناصر الخطيب وزوجته وطفليها الذين أو الذين كانوا في الأردن بعائلته في كندا التي لم يجتمع بها منذ أن وصلت كندا قبل نحو أربع سنوات بحسب ما ذكرته قناة سي بي سي وجه المصرف المركزي تابع للنظام اللومى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للمعارضة مدعيا أنها تنشر أنباء عن تغير سعر صرف النشر الرسمية وجاء في بياننا للمصرف أن نشرة سعر الصرف الرسمية لديه لم تتغير متهما صفحات المعارضة المدارة وفق أجندات خارجية على حد تعبيره بنشر سعر مخالف لسعر الصرف الرسمي والترويج لأنباء حول تغير سعر صرف النشر الرسمية وافقت وزارة الداخلية في حكومة النظام على السماح للمواطنين اللبنانيين بمغادرة مطار دمشق إلى بيروت باستخدام الهوية الشخصية بدلا من جواز السفر ونقل موقع RT الروسي كتابا لإدارة الهجرة والجوازات السورية إلى شركة أجنحة الشام يقضي بالموافقة على مغادرة اللبنانيين عن طريق البطاقة الشخصية لمطار دمشق الدولي أو من مطار دمشق الدولي إلى مطار بيروت نظرا للظروف الرهنة التي يعيش فيها لبنان أفاد تكالة لنباء سنة تابع للنظام بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة دمشق وذكرت تكالة سبوتنيكا الروسية أن الدفاعات الجوية للنظام سقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية حاولت استهداف مواقع عسكرية في ريف دمشق الجنوبي وفق قولها أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عدة كيانات تعمل في سوريا وتركيا وأوروبا على القائمة السوداء وجمدت أرصدتهم ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم وتهمت الوزارات الكيانات بتقديم الدعم المادي واللوجستي لتنظيم الدولة من بينها شركات سحلول والسلطان للصرافة وإي سي إل للإستيراد والتصدير العاملة في تركيا ومنظمة نجال الرعاية الاجتماعية في أفغانستان نهاية الموجز بأمانيلا ترجمة نانسي قنقر